موسيقى هناك عالم من علمائنا اسمه الملا صالح المازندراني هذا عالم عظيم من علمائنا وله كتب الآن موجودة هذا عندما كان طالب كان جدا فقير جدا كل شيء ما عنده حتى ما كان عنده مصباح مصباح نفطي المصابيح النفطية القديمة أو الزيتية كان يطالع ما كان يقدر فقر إلى هذه الحدود أبو أيضا كان فقير لا نعرف ما هو اسمه أبيه كان فقير جدا فطلع من بيته قال له روح أنا ما أقدر أتكف لك هذا يجي إلى أصفهان وأخذ يدرس عند الملا محمد تقي المجلسي والد صاحب بحار الأنوار الملا محمد باقر المجلسي صاحب البحار أبو الملا محمد تقي هذا الطالب الفقير أخذ يدرس عند هذا الأب كل شيء ما عنده في يوم من الأيام ولكن شاب متدين مؤمن خلوق في يوم من الأيام الملا محمد تقي وله مقام عظيم في ذلك الوقت السلطة كانت بأيديهم هؤلاء السلطة في إيران كانت بأيديهم بإشرافهم يعني حاكم أو شبح حاكم قال له لماذا لا تتزوج فسكت ما الذي يقول الفقير لا جواب له فقال له هل أنت حاضر أنا أعقد لك فتاة سكت ما قال شيء فذهب الملا محمد تقي وكانت له بنت فاضلة عالمة أديبة كتبوا عنها في علم الرجال كانت كاملة في العلوم الدينية والأدبية يعني في الناحو في المنطق في الصرف في البلاغ في الفقه في الأصول كانت كاملة هكذا ذكروا قال لها يا بنتي أنا وجدت لك رجلا في منتهى الفضل ولكنه في منتهى الفقر تقبلين هذا الرجل منتهى الفضل ولكن منتهى الفقر تقبلين هذا الرجل لاحظ المرأة قالت المرأة يا أبه إن الفقر ليس عيبا في الرجال خل يكون فقر المال مو محور الرجول 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 هي المحور الفتوة هي المحور الدين والأخلاق هما المحور فجاء الملى محمد تق المجلسي رحمة الله عليه وعقد هذه الفتاة الفاضلة لهذا الفتاة الفاضل في ليلة من الليالي هذا الرجل الملى صالح المازندراني يطالع في كتاب أغلقت عليه مسألة ما يطالعها لا ينتهي إلى حل فبقيا من الليل إلى الصباح يطالع في هذه المسألة ولا يجد لها جوابا بكرة الصبح خل الكتاب وطلع إلى البحث جاءت هذه المرة وفتحت الكتاب ورأت المسألة وكتبت جواب المسألة في ذلك الكتاب عندما عاد الزوج فتح الكتاب ورأى الجواب سجد على الأرض شكرا لله أن تكون له مثل هذه الزوجة وراجعوا كتب الرجال هذا الزواج المبارك المبتني على الضوابط الذينية مجموعة ضخمة من علمائنا من مراجعنا من فقهائنا العظام من أولاد هذه الفتاة ومن أحفاد هذه الفتاة واحد منهم الوحيد البهبهاني من أكبر علمائنا راجعوا كتب الرجال من فطاح العلمائنا الوحيد البهبهاني هذا من أولاد هذه المرأة من أكابر علمائنا صاحب الرياض هذا من أولاد هذه المرأة من أكابر علمائنا بحر العلوم سامعين قضايا سامعين كرامات هذا من أولاد هذه المرأة من أكابر علمائنا ولعل بعض الشيبة في هذا البلد أو كثير منهم كانوا يقلدونه السيد البروجردي رحمة الله عليه اللي كان في قوم هذا العالم العظيم هذا من أولاد هذه المرأة الكفاءة في نظر الله الدين والأخلاق هذان الشيئان يضمنان سعادة الرجل والمرأة في هذه الدنيا وفي الآخرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر